قال التطليق ثلاثا المادة الثامنة والعشرون قال يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل هذا الغير بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها من الطلاق أو الموت قال إذا طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا أو بائنا سواء كانت واحدة أو ثنتين جاز له مراجعتها في الطلاق الرجعي بدون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة إذن في الطلاق الرجعي الكلام الآن أما الطلاق البائن لا يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين قال فإن خرجت من العدة فلا بد من العقد والمهر وجاز له ردها في البائن بعقد ومهر جديدين يعني إذا كان طلقها طلقة بائنة أو طلقتين بائنتين سواء كان في العدة أو بعدها يعني له أن يراجعها في العدة ولكن بعقد جديد إذا كان قد طلقها طلاقا بائنا لقوله تعالى الطلاق مرة تالي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها ثلاثا سواء كان وقوع الثلاث مرة واحدة أو متفرقا فلا يحل له انتبه سواء كان وقوع الثلاث مرة واحدة قالها أنت طالق ثلاثا أنت طالق بالثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا يحل له التزوج بها إلا إذا انقضت عدتها منه وتزوجت بغيره ودخل بها هذا الغير دخولا حقيقيا وحصلت الفرقة بينهما بأي سبب كان سواء كان بالطلاق أو بالموت وانقضت عدتها من هذه الفرقة بقوله تعالى بعد الآية السابقة وهي الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومعلوم أن غيره لا يتزوج ما دامت في عدتها والزوج الأول لا يتزوجها ما دامت متزوجة بالثاني ولا في عدته ولا في عدة الثاني وإنما اشترط دخول الثاني دخولا حقيقيا لأنه ورد عن ابن عمر أنه قال سئل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب يعني الآخر الزوج الثاني يغلق الباب ويرخي السطرة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال لا تحل للأول حتى يجامعها وسيأتي لك في شرح المادة مئتين وثمانا وأربعين زيادة الاستدلال على هذا شكرا